خلال ترأس سمويل اجتماعي عمل خصصه لبحث الشأن المالي والاقتصادي وجه صاحب أسم الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء بتبني أجندة تجعل البحرين قادرة على احتواء التراجع في إيرادات الدولة نتيجة التحديات المالية وجعله متناسبا مع الانخفاض في أسعار النفط عبر مواصلة خفض وترشيد الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى تنمية الإيرادات والموارد وتنشيطها في القطاعات غير النفطية والاستمرار في دمج وتقليص المزيد من الوزرات والجهات الحكومية واستقطاب الرسميل والاستثمارات وإحكام الرقابة على أوجه صرف المال العام هذا وقد كان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر قد عقد اجتماع عمل موسع صباح اليوم عدد من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تركز حول بحث التوجهات العامة للمملكة على الصعيد الاقتصادية وقد نوها سمو رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالإنجازات المشرفة والخطوات الإيجابية العديدة التي قطعتها مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة على مدار السنوات والعقود الماضية والتي عبر عنها بالحفاظ على معدلات مرضية للتمو الاقتصادي وإبقاء معدلات البطالة في حدودها الدنيا وأحداث نقلات نوعية في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وتطوير وتحديث البنية الأساسية بكافة مرافقها وتوسيع نطاق مضلة الرعاية الاجتماعية وتوفير مسار التمويل الميسر والمشورة الفنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هذا إلى جانب أزيادات المستمرة في مستويات الرواتب في القطاعين العام والخاص والأولوية القصوى التي تم إعطاؤها للقطاعات ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطنين منها على سبيل المثال الوحدات السكنية الحكومية التي تم إنشاؤها عبر برنامج الإسكان الحكومي منذ تجشينه حتى الآن حيث بلغ عددها أكثر من 38 ألف وحدة سكنية إلى جانب ما تضمنه برنامج عمل الحكومة 2015-2018 بالالتزام بإنشاء 25 ألف وحدة سكنية جديدة هي جزء من الأربعين ألف وحدة سكنية التي أمر بها جلالة الملك المفدى وانتقل سمو رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى استعراض التطورات الجارية في أوضاع النفط في الأسواق العالمية والتراجع المستمر الذي تشهده مستويات سعار هذا المصدر الحيوي للطاقة مشددا على أن هذه المستجدات تستدعي أقصى درجات الحرفية في التعامل ورد الفعل بحيث يتم استيعابها والتكيف معها بما لا يؤثر على القطاعات العريضة من المواطنين وما حققوه من مكتسبات اقتصادية واجتماعية في الفترة الماضية وقد أكد سموه أن متطلبات المرحلة القادمة وطبيعتها تقتضي التحرك لاتخاذ سياسات وتدابير فاعلة لزيادة الإيرادات العامة وتحجيم المصرفات والنفقات واستحداث أنشطة اقتصادية جديدة وتشجيع الاستثمارات في مختلف أوجه النشاطات لحماية اقتصاد البحرين وضمان التكيف مع متطلبات المرحلة